والمزيد من جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يطلعن عليها مراسل التلفزيون المصري كارين بيبرس إليك كارين جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بصحبة عدد كبير من الوزراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس وتحديدا في مدينة السويس في حقيقة الأمر مر اليوم الدكتور مصطفى مدبولي على العديد من المشاريع المختلفة سواء كانت مشاريع تهدف لخدمة الجانب الصناعي في مصر أو حتى الجانب الزراعي دعونا نتحدث عن النقطة ربما من الأهم والتي متواجد أنا بها الآن وهذا المصنع بمدينة السويس الجديدة هذا المصنع يعمل على إنشاء الهيكل الكامل لأوتوبيسات النقل سواء كانت السياحية أو غيرها هنا في مصر ويتم صناعة هذا الهيكل الكامل وتجميع توبيس النقل هنا في السويس الجديدة ربما كانت هذه من أهم المشاريع التي تم افتتاحها اليوم ومن خلفي ربما تظهر الصورة بعض هذه الوسائل التي كاري بالفعل العمل عليها وتم بالفعل الانتهاء من جزء كبير لم يتبقى إلا المطور فقط الرئيسي داخل هذه الوسيلة التي يتم تجميعه فقط داخل مصر وليس تصنيعه أما الباقي بالكامل يتم تصنيعه هنا في مصر هذه نقطة إذا أيضا ربطنا فكرة الصناعة وتوطين الصناعة المحلية كما تحدث الدكتور مصطفى مدبوري في المؤتمر الصحفي اليوم بعد هذه الجولة التفقدية التي شملت تفقد عدد المشاريع وافتتاح عدد آخر من المشاريع أيضا جزء الخاص بالصناعة وهي صناعة محاور الرئي بالرشة هذه المحاور ربما التي تخدم الجزء الصناعي والجزء الزراعي سويا حيث يتم صناعة هذه المحاور الرئي بالنسبة 60% تقريبا مكون مصري والباقي استيراد ويتم استخدام هذه المحاور الرئي في رئي يعني الأراضي الزراعية الجديدة التي يتم استصلاحها بشكل عام وتحدث أيضا خلال هذا المؤتمر عن عدد ثلاثة مليون فدان تسعى الدولة للانتهاء منه قريبا بزيادة الرقع الزراعية وضرب مثال صريح على هذا الأمر وهو بالطبع القمح إذا زرعنا ثلاثة ملايين فدان بالقمح سيكون لك ما يقرب من سبعة مليون ونصف طن من القمح سانويا مما سيقلل فطورة كبيرة أو فجوة كبيرة من الفوجة الاستيرادية الدولارية ما يقرب من تخفيض ما يقرب من اثنين ونصف مليار دولار يتم استخدامهم لاستيراد هذه الكمية من القمح لذلك نعمل على سد الفجوة الدولارية بين الاستيراد والتصدير وأيضا توطين الصناعة والزراعة داخل مصر إذا أيضا ربطنا فكرة توطين الصناعة والتطور التكنولوجي فتم افتتاح اليوم وتفقد عدد ثلاثة مشاريع هامة جدا وهي الخاصة بالفايبرجلاس الفايبرجلاس وهي المواد التي يتم استخدامها هذا الزجاج الذي يتم استخدامه وتصديره في صناعة الطائرات وطوحين الهواء وربما مصر من أهم البلاد التي تستخدم طوحين الهواء بالفعل ذلك هي نقطة هامة أيضا في ملف الصناعة المصرية هناك أيضا بجانب الفايبرجلاس مشروع وهو الألياف الضوئية أو الفايبر القصة الألياف التي تستخدم في الانترنت وخصوصا في ظل التطور الخاص بسرعة الانترنت بشكل عام وحال التطوير هذا الجانب في مصر كنا نستورد هذه الأشياء من قبل والآن يتم تصنيعها بالفعل داخل مصر إما بمصنع مصري متكامل أو حتى مصنع مصري ويشارك فيه القطاع الخاص هذه نقطة هناك أيضا نقاط عديدة مررنا بها من أهمها تطوير ميناء العين السخنة الجديد هذا الميناء ربما كان هناك بالأمس توقيع اتفاقية مع تحالف الشركات الصينية والمصرية هاتشيون هذا التحالف الذي يعمل على تخزين الحاويات ونقل الحاويات ووضعها في الرصف المختلفة لذلك تم تطوير ميناء العين السخنة بخمسة أحواض جديدة لتسأل أحمال كبيرة جدا قد تصل لخمسة ملايين حاوية جديدة لتستقبلها ميناء العين السخنة وبدأت بالفعل هذا المشروع في 2021 ومفترض أن ينتهي انتهت المرحلة الأولى منه تماما في هذا الشهر وينتهي تماما ويكون على استعداد الاستقبال الحاويات في يونيو 2023 ذلك أيضا منطقة لوجستية هامة جدا وخصوصا في ظل تطوير الموانئ المختلفة داخل أراضي المصرية والنقطة الأولى التي بدأنا بها جولتنا وكانت أنطقة أيضا لوجستية لاستقبال السيارات هذه السيارات العالمية شركة عالمية تقوم باستيراد السيارات وتخزينها هنا في مصر وتوزيعها ونقلها وعلى أن يتوسع بعد ذلك هذا المصنع لاستيراد أيضا قطع الغيار وتخزين قطع الغيار ونقل قطع الغيار وانتهينا بهذه الشركة مجمع الشركات الصينية الذي يعمل على إنتاج السجاد والبطنيات والمليات المختلفة هنا داخل مصر وتم نقل هذا المجمع كاملا من الصين إلى مصر وهذا يدل على فتح البيبانة الجديدة للاستثمارات داخل جمهورية مصر العربية وبسبب هذا المصنع وتوطين الصناعة سيتم هناك عقد خلال الأيام القادمة عدد كبير أيضا من التعاقدات الخاصة بخمسة مشاريع سبعة مشاريع صينية أخرى سيتم نقلها لمصر بتكلفها تقريبا خمس مليارات دولار وستصل لقوة إنتاجية فيما بعد إنشاء هذه المشاريع ثماني مليارات دولار سنويا ذلك هي عمل في جميع المغاليات الزراعي وصناعي في محاولة لتوطين الصناعة وسد الفجوة الدولارية وهذه نظرة عامة عن هذه الجولة الهامة في السويس ومدينة السويس الجديدة وبالطبع المنطقة الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس